في تفاصيل كتيرة في السوشيال ميديا على لقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائرية نطلع بسرعة نشوف آخر أخبار الترنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للنادي الأهلي اللي بالتأكيد مهتم جدا بلقاء السوبر ودائما عندنا أحداث وأخبار وتفاصيل وصور وفيديوهات صورة لكلر من صفر البعثة للسعودية استعداد لمباراة السوبر وكتبوا عليها أعلى درجات التركيز طيب كمان حساب الرسمي لليوم السابع كتبوا على تويتر إمام عشور يقترب من المشاركة مع الأهلي في السوبر الإفريقي إن شاء الله بإذن الله يكون لي دور مهم جدا في هذا اللقاء حساب كورا بلس كتبوا أيضا أن إمام عشور الأقرب للتواجد في وسط ملعب الأهلي أمام اتحاد العاصمة بجوار السناء السنائي أليو ديانج ومروان عطية الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر اهتم بخطة اللعب وقالوا كورا بدأ في تجهيز خطة إيقاف العناصر المميزة في فريق اتحاد العاصمة الجزائري بصوا دون الخطف التفاصيل هم قالوا مثلا إيه أن الرباعي في اتحاد العاصمة الزهري الأيمن زين الدين بالعيد المهاجم أيمن محيوس خالد بوسيليو البتسواني أوربنيو هم منذ الأخطر لاعبين في اتحاد العاصمة ولكن عندي تفاصيل كتيرة جدا عن قائمة الأهلي والتمنتشر لاعب اللي هيلعبه في المباراة ولكن بالتأكيد مش هقدر أتكلم في التفاصيل لغم أنه ممكن يبقى انفراد وهيقصر الدنيا وموعيد يعني تفاصيل فيها كلام كبير جدا ولكن مش هتكلم في التفاصيل دي دلوقتي لغاية لما نشوف إيه لا يحصل في قائمة الأهلي من المهم جدا الحرس على عدم إعلان تفاصيل قائمة الأهلي لمباراة السوبر لأن أنا عارف هيبقى فيها مفاجآات فعشان المنافس ما يعرفش أي تفاصيل طيب نرؤوا لحساب يلا كورة على تويتر ونشروا وفقا لمصدر في الأهلي سبب استبعاد كريم ندفد مصدر في الأهلي قال ليلا كورة أن سبب استبعاد كريم ندفد من قائمة الأهلي لخود مباراة السوبر شعوره بألام في العضلة الأمامية جاز الفني فضل بعد الرجوع للعب وطبا بالفريق أنه هو يستبعده من حساباته بالنسبة لهذه المباراة طيب حساب الرسمي للكاف على تويتر أيضا نشر أبرز أرقام طرفي كاس السوبر خلال مسابقات الأندية يعني لعب كم مباراة أحرص كم هدف الأرقام الخاصة بكل فريق سواء الأهلي أو التحاد العاصمة وزينا نرى طبعا على الشاشة أرقام كل فريق في أرقامهم في المباراة طيب حساب كورة بلسة أيضا على تويتر نشروا أن الأهلي حاليا بيحتل المركز السادس في تصنيف التاريخ والإحصال مع كامل احترامي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ولكن أنا دايما باتعامل مع الأماكن الرسمية والمؤسسات الرسمية نهاردة التاريخ والإحصاء ممكن يطلعك سادس تزعل بعد كده يطلعك أول تشيد بيه أنا معاييري واحدة طالما مش مؤسسة رسمية مش هتعامل مع الأرقام اللي بتطلع آخر حاجة في تريند الأهلي الحساب الرسمي لفي الجول على تويتر نشروا وفقا لجريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي طلب سبع تعديلات في ملعب الجوهرة المشعة بجدة والذي يصديف مباراة كأس العالم للأنداء كان معايا لأستاذ عاطف الأحمدي قال طبعا يعني تعديلات كلها تعديلات طفيفة وحاجات بسيطة ومش هندخل في تفاصيلها لكونا عارفين طبعا فعلا استاذ الملك عبدالله في جدة على أعلى مستوى وجاهز لإستضافة كأس العالم للأنداء وهي تفاصيل بسيطة جدا بخصوص إستضافة المباريات طيب نروح بقى للمشاركات وعشان وقتنا يجري بسرعة فهنجري معاكم في المشاركات والسؤال ترحنا توقعاتكم للتشكيل في لقاء السوبر والنتيجة نبدأ مع بعض ونشوف توقعات السادة المشاهدين نبدأ ونشوف التوقعات أول حاجة سامح علي بيقول إن شاء الله أي 11 راجل في الملعب يحقق السوبر التاسع بتوقيت نادي القرن الأهل السوبر شناوي معلول منعم رامي هاني ديانج مروان إمام تاو كهربا ريدا سليم يتوقع 3-0 الأهل ألاوي أنا والفخر ليه ده أول توقع من سامح هبة بتقول تشكيل الأهل الشناوي معلول ياسر منعم هاني ديانج مروان أفشة تاو حسين صلاح إن شاء الله فوز الأهل 0-2 ويرجع بجاس السوبر أو البطولة في المسم الجديد بإذن الله هبة إن شاء الله نشوف كمان رأي تاني معنا أستاذ أحمد دا شالتوت بيقول إن شاء الله موفقين بمنحضر الأهل بمنحضر توقعك الآتي شناوي هاني معلول منعم ياسر ديانج مروان إمام الشحات بيرسي مودست وإن شاء الله يرجعوا بالكاس يعني خدت بسرعة كده 3 توقعات ولكن كنت أتمنى التلاتة يكونوا صح ولكن التلاتة كل واحد فيت ركاة غلط لكن عموما نستنى نشوف التشكيل بإذن الله يوم الجمعة قبل موعد المباراة بساعة ونصف الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والإسبوع المقبل في بداية الإسبوع يوم السبت حلقة جديدة من مرامج التريند وإن شاء الله يكون عندنا كلام مهم جدا ونتمنى يا رب نحتفل ويكون لنا التوفيق يا رب في كاس السوبر ونفوز بالبطولة ونحتفل بالبطولة السبت القادم شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر